أهلاً بكم إحنا في فترة التخاريف فيما يتعلق بالشعر والبشر بجد صراحة فترة التخاريف فترة التهور اللي بعده الإنسانة الإنسانة لأنه التصرف بتاع والله والشباب دلوقتي بيعملوا حركات برضو جنونية كده لكن البلد كبابرة صبغات غريبة حط على دماغي أي حاجة أي حاجة شوفها عن نتج ربها بصرف النظر عن النتائج يعني هنشوف حاجات دلوقتي مزهلة ده بيغسل دماغه معرفش بإيه يعني أنا معرفش إيه نوع الغسيل بتاع الدماغ آه كوك آه آه ده مشروبات غزية تخيلوا بيغسلوا دماغهم بالصودة يعني نصيبها صودة مادة أساساً ما ينفعش تتحط على الشعر خالص ومع ذلك بيجربوا يحطوها وطبعاً النتائج بتبقى وخيمة حاس التحسس ومشاكل كثيرة وجفاف كرسة يا جماعة اللي احنا شوينوه ده كرسة ده طبعاً احنا يعني أي نوع من الصودة أي نوع من المشروبات الغزية ما ينفعش يتحط على الدماغ ما ينفعش شخص بيه راسي ما ينفعش يجيه على البشرة تحت أنهي مسمى بتعمله كده يعني خلاص كفاية يا جماعة خلاص أنا أتبغي أساساً أشعرت من اللي انتو بتعرضوه ده كفاية كفاية الرجل استحمى كثير قدام فخلي بالكو من إنه فكرة التجارب السبغات السبغات يخربت السبغات وبشوف كمان لعبة الكورة بيعملوا سبغات غريبة بصلاق لعبة الكورة بالذات بيعملوا سبغات يعني بصلاق شعر هو شعر اللون وبوني مسلا يروح ومشقر وعملوا شعر وفيه ناس ثانية تروح وعمل شعرها لبني وحمر وشعر مش عارف خصلة عاملة إزاي وخصلة عاملة إزاي في العبة الكورة كتير البنات بقى كتير قوي فصل الصف بيعملوا مناظر في أشعرهم يعني هي البنت طبعا ده أعتقد أن ده هيخليها أجمل لكن ده مش هيخليك أجمل ده خليك أقرع بيكلم جد هخليك أرع أرع وكلمة صعبة أوي هخليك تبقيد شعرك السبغة الكتيرة في منطقة الخطورة تعالوا نعيش مع الصيف والسرغات والجنانات مع ضيفاتي العزيزة واحدة من الأسماء القديرة البارزة ضيفاتي العزيزة دكتورة صفا عبداللطيف أخصاء الأمراض الجلدية والتجميل والليزر عضو جمعية الأوروبية للجلد والتجميل مجلسير الجلدية والتجميل والاسم القدير البارز في هذا المجال أهلا بك دكتورة صفا سعيد جدا بهذه الزيارة أنا أسعد عنوانا النهاردة اللي هحطه مشاكل جنونية تصيب البشرة والشعر في الصيف سببها التهور ده أي احكيلي على المشاكل واحكيلي على الدموع التي تفرج في عيادتك أكيد في أواخر الصيف هبدأوا وفي أواخره في رصه جدا ده أي احنا دايما في فترة معينة في السنة أو فترتين في السنة بنشوف فيها مشاكل الشعر هي بعد الامتحانات الولاد بعد الامتحانات خصوصا بتوع السنوية العامة بيبقى عندهم مشاكل كتير قوي في الشعر وتساقط الشعر وبعد الصيف زي ما حضرتك ذكرت أو قلت من المشاكل اللي بيعملوها الناس بداية من الصباغات الحاجات مواد الفرد اللي بقوا يستخدموها الكرياتين والبروتين والحاجات اللي بتتعامل ان البنات دلوقتي كلها بقى عندها كونسبت ان انا لازم يبقى شعري كله ليس ومفروض واعمل ألوان والألوان للترند اللي بتطلع بلاس كمان ان كل سنة بنشوف ترند جديد بيطلع مؤذي جدا للجلد والشعر حضرتك كنت في الفيديو بتقول على الكولة الترند بقى السرعي دي في الساحل هو اللمون بيحطوا لمون على شعره ده حمضة آه علشان هي تحطوا في الشمس في شعرها علشان يفتح شعرها وده أسد قوي جدا زي ما حضرتك قلت انا فكر الفيديو بيقولولي ان في أولك اللمون ايوا ايوا ده حقيقي ده ترند السنة دي بقى ترند استحر انها تحط لمون وتقعد على الشمس فلك انت تخيل انه أسد على شمس الشعر بيتحرق طبعا ده لمون آه ده لمون ما خالف فكرته انا فكرته ده كمان بيحطوا بقى في الشمس كمان علشان تفتح لون شعرها اعتقادا انه اللمون مع الشمس هيفتح لون شعرها فده طبعا بيئزي الشعر جدا او بفتح لانه حرقه ده حقيقي ده حرق وضعف الشعرية ولونها يعني بقى افتح كتير لانها تحرقت فعلا وهي تبقى عده كده ريحة اللمون طلع منها آه ريحة اللمون طلع منها مش حلوة يعني يا جماعة لما انا قاعد جنبي عربية لمون باستمرار مش حلوة هي الناس بتبقى اي حاجة عايزة تجربها ودي اكتر مشاكل من وجهها في العيادة انه معظم المشاكل والكوارث اللي بتجلنا بقى في العيادات من ان هي بتجرب حد قالها حاجة سمعت وصفة من حد حاولت تجرب تقليع جديدة ومتعرفش المشاكل اللي ممكن تحصل مشكلة الشعر انه لما بيتضر الشعر بيحتاج وقت طويل اوي في علاجه بداية من طبعا التقصف الهيشان التساقط حرق الشعر نفسه فكل دي مشاكل كتير اوي بتواجه البنات ممكن تكون سببها العادات الغلط اللي احنا بنعملها زي الحاجات اللي ذكرناها ممكن تكون مشاكل صحية نقص في الفيتامينات ممكن يكون صلع وراسي هي متشخصة ان عندها صلع وراسي او تساقط شعر وراسي وفراغات في شعرها وما بتبقاش عارفة المشكلة غير لما بتيجي العيادة وبنشخصها ايه تاني من الحركات الجنونية وخصوصا برضو انا اقولك على حاجة فيه ناس كتير اوي انا بشوفهم مسودين جدا ايوه معتقدين ان هم كده تمام راحوا الساحل عاملتان بقى وكده عاملتان اه وشاطرين وكتا هو انا معرفش انا ممكن اعمل لهم يفطع على طريق الساحل ده لهم خلي بالكوا التان ده جنون وهبل ده حقيقي ده حقيقي احنا نقدر نعمل تان على فكرة احنا بنستخدم سانس كرين عادي جدا التان ده هو انا دلوقتي حرقت بشرتي وعرضت بشرتي لأشاعة الشمس الضرة اللي هي مش بس خلت لون جلدي غامق لا هي ممكن توصل في بعض الاحيان لسرطان في الجلد يعني اشاعة الشمس الضرة دي مش مشكلتي معاها بس ان هي بتديني غمقان في البشرة لما بيجي حد يقولي طب انا بحط سانس كرين وبغمق هو زمان كنا بنقول عليه سان بلوك هو مش بيعمل بلوك لأشاعة الشمس هو بيعمل سكرينينج سانس كرين هو بيحمينا من أشاعة الشمس الضرة طب أشاعة الشمس الضرة دي ممكن تأذيني في ايه؟ هي ممكن تغمقني ممكن تسببلي جفاف بشرتي ممكن تعملي تصبغات وحروق في جلدي ممكن توصلني لسرطانات في الجلد يا قدر الله اللي احنا السورة اللي انا شايفينا دي تصبغات دي تصبغات دي كانت التهابات من الشمس وطبعا السنة دي شفنا التهابات رهيبة لأن الشمس السنة دي قوية جدا جدا وليسه آه وليسه نحن لسه شهر آه لسه الصيف آه دخلين ده حقيقي فهي كان الموضوع معها التهابات البنات كمان مش بس ما بتستخدمش واق شمس هي ممكن تستخدم مكياجات دلوقتي يعني دلوقتي بينا نشوف المكياجات على البحر كمان الصبح كده بالنهار هي حتى فول ميكاب على بشرتها فهي مش مدركة كمية الأزى وكمية التعارض ما بين المواد الكيميائية اللي حطوها مع الشمس فبتبتدي بالتهابات حرقان في البشرة ممكن يبتدي معها بهرش وبعدين طبعا بتوصل للتسبغات زي اللي في الصورة ممكن تجالها بمسطين بالبشرة فيها تسبغات وشعر مليوها ده حقيقي ده حقيقي هي الصيف من أكتر الفصول لو ما تعملناش معي صح هو من أكتر الفصول اللي بيأذي بشرتنا وشعرنا هنا مثلا تساقط شعر تساقط شعر هي كان معاها تساقط شعر تفاعلي وكمان كان معاها صلع وراسي وده بين بالتشخيص لما بتجيلي صورة على الموبايل أو حد بعتلي يسألني عن أنا أعالج شعر إزاي أو تساقط الشعر إزاي مفيش تساقط شعر بتعالج بصورة أو بتعالج بالتليفون مهم جدا أن أنت تيجي العيادة عشان أعالج شعر كويس لازم أفحصك كويس لأن ممكن يكون في سبب واحد لتساقط الشعر ممكن يكون أكتر من سبب يعني زي الحالة دي هي معاها أكتر من سبب مش سبب واحد ده عمره ما هيبنى غير بالفحص دلوقتي بقى عندنا أجهازة درموسكوبس في العيادة لازم أطلب منها شوية تحاليل أتمنى أن ما فيش أي سبب داخلي بسبب تساقط الشعر لو اعتمدت على التشخيص بالعين بس مش هجيب كل الأسباب كتير أول من الرجالة بالذات والشباب ده حقيقي بيحطوش واقع شمس خالص بيهملوا الواقع شمس نوع بشرتها تقول لي بيحطو بيزيت بيلزق بيجير بيعمل لون دلوقتي الحقيقي بقى فيه أنواع كتير وفورمات كتير من واقع الشمس مناسبة جدا للبشر ودايما بنعمل الحرارة معاملة الشمس يعني مش لازم تكون دايريك سان اكسبوجر يعني أنا لو قعدة في مكان حر أو أنا وقفة ربة المنزل اللي وقفة قدام المطبخ والفرن اللي بتروح الجم وبتعمل هيفي اكسرسايز الحرارة بنعملها معاملة الشمس بالزبط وواقع الشمس أنا لازم أعمله بعد ساعتين يعني أنا مش معنى أن أنا نزلت من الصبح رايح الشغل حطيت واقع الشمس وخلاص كده ونسيته لا هو أنا لازم ألتزم بالتعليمات بتاعت واقع الشمس عشان أخذ منه نتيجة كويس مثلا زي كده ايه ده دي بانوتة عندها تصبغات دي برضو من المشاكل اللي بنشوفها آخر السيف بقى إن هي عندها تصبغات لإن كان عندها حبوب والحبوب ثابت أثار وبعدين مع الشمس كمان بقى عندها تصبغات من الشمس وأثار لحب الشباب خلي بالكو يعني ممكن تيجي المشاكل كذا مشكلة مع بعض تلاقي بقى تصبغات مع حب الشباب مع تساقط شعر يعني تلاقي المشاكل زي ما قول المصاب ما بتجيش فراجة بتأتي في جماعات عشان كده دايما نصحتنا للبنات أهم نصيحة كده تتبروز إنه بلاش ناخد حاجة من دون استشار الدكتور الدكتور هو اللي هيختار لك حاجة مناسبة ليكي وهيعالجك صح هنا مثلا زي كده دي الست دي كانت بتتعرض للشمس فترات طويلة من عمرها وأنا حتى لما جات للعيادة أنا وريتها صورة الاثنين توقم كانوا الاثنين توقم واحد بيشتغل شغله بيتعرض للشمس على طول وحد كان شغله إندور الحقيقة إنه الأخ اللي كان بيتعرض للشمس فترات طويلة بسبب طبيعة شغله من دون ما يحطوا واقي شمس جلده وصل للشكل ده على عكس أخوه اللي كان قاعد إندور أو شغله إندور فده بيقول لنا إنه الشمس مش بس بتأذي بشرتي إنه هي تغمقها أو إنه هي تحرقها لأ هي ممكن تعجز البشرة بالشكل دي وساعتها الحالة دي حتى الصورة التانية فيها فريش بلود نقطة كده عاملة دي كانت عاملة سيشن يعني دي كانت إميديات لي بعد السيشن الحالة دي من الناس المهووسة بالتانينج مهووسة لدرجة إن هي دلوقتي بقت المشكلة عندها مش بس تهدل في بشرتها وجلدها بالشكل ده لأ كمان رقبتها لأن هي كانت كل الأماكن المعرضة للشمس هي حصل فيها دامج للجلد بتاعها يا لهوي حين اشتغلنا بكذا حاجة مش بس كريمات لإن الحالة دي متأخرة قوي فاشتغلنا بحاجات جلسات في العيادة سكين بوسترز ومحفزات للجلد إنه يصنع كولوجين وإلاستين ويعالج نفسه لأن الكريمات عمرها ما تجيب نتيجة في الحالة دي ممكن التجعيد نحتاج لها حاجة تانية يعني ممكن بالتجعيد من الشمس نوصل لإهتياج للبوتوكس آه طبعا طبعا والتجعيد بتاعة الشمس مع البوتوكس البوتوكس زي الحالة دي مثلا هي مش بس كان عندها عضلاتها اللي إحنا حقنا لها بوتوكس لأ هي كمان الجلد بصوا حضرتك الجلد فوق قبل مكرمش إزاي الناس دي ما بتستخدمش واقي شمس ما بتستخدمش مرتب أنا دايما لما بيجيلي حد ويقول لي أنا عايز روتين سهل عشان أنا ما عنديش وقت إن أنا عامل روتين بقول لها مش لازم تعملي روتين كتير استخدمي واقي شمس كويس اخسلي وشك بغسول مناسب لنوع بشرتك رطبي مش هتوصلي للدرجة دي هي حتى بعد محقنة البوتوكس جلدها تحت ما تحسنش بنسبة 100% لإن ما بقتش مشكلة العضلات بس بقت مشكلة كمان الجلد بقى رؤية وبقى رفية قوي فدي محتاجة جلسات مش بس علاج في البيت هل كل بشرة نوع معين من واقي الشمس يناسبها؟ آه آه كان زمان دي المشكلة اللي كانت بتواجه معظم الناس إنها ما بترتحش في استخدام واقي الشمس وما بتوظيفش عليه عشان بتحس إنه مش من ناسبها وبيضيقها أبسط حاجة في واقي الشمس إنك تختاريه على حسب لو أنت بشرتك مثلا دهنية اختاري حاجة تبقى فلاود أكتر البيز بتاعها ما يبقاش كريمي يبقى مية شوية حاجة جل حاجة فلاود لو إحنا بشرتنا دراي أو بشرتنا جفة نستخدم حاجة شوية كريمي شوية فيها أويلي بيز شوية ده عمره ما هيبقى بيضيقنا خالص في البشرة ويبقى مناسب لنوع بشرتنا والبنات اللي بتتعرض كمان شعرها للشمس دلوقتي يبقى فيه سانسكرينز كمان للشمس للشعر سوري مش بس للبشرة لأن زي ما حضرتك قلت في الأول إنه الشمس مش بتقسي بس جلدي لأ وشعري كمان فبقى دلوقتي مهم إن أنا أحمي شعري وأحمي كمان جلدي دي حتفدني لو أنا واحدة بعمل تمارين سباحة لو بنزل موية البحر والبسين لو أنا بعرض شعري لهيت كتير كل الحاجات دي اللي بتسبب دامج للشعرية ضروري إن أنا أغلف الشعرية بسانسكرين وأحميها أنا فرأيي إنه الفترة دي اشتصف بالذات يعني التهور على الشعر هو في أسوأ صور دهاي وفي أقصى صور دهاي وبنقصين في أحمق صور دهاي دهاي جاي من الحماقة أنا عارف إن اللغة العربية بقت بعافية عند الشباب لدرجة إنهم اشتكوا من امتحان اللغة العربية نتيجة إنهم أساساً ما بتكلموش لغة عربية سليمة دهاي فقولي لي الحماقة في التعامل مع الشعر تصل إيه والله يا دكتور أيمن يعني الموضوع بقى مع البنات الصغيرين على السوشيال ميديا ليل ونهار دول يعني الموضوع وصل معهم السوشيال ميديا هتخرب مصر آه ده هم هتخرب كل حاجة بيجربوا كل حاجة هي قاعدة مش على مستوى صحة بس السوشيال ميديا خطر على مستوى كل حاجة تفكرهم طريق تفكرهم الناس بتفتي يعني الناس حتى في السوشيال ميديا مش عارفين اللي مصر بتتعرض وفا بيفتوا يعني كل واحد صح من النوم آه ميديا أو حاجة يروح طالع ببوست كده ايه الرأيو والناس تكتب له ايه الشجاعة دي والعظمة دي واه بني آدم ولا فاهم حاجة ولا بيه وبيفتي ده هاي خلق ومش عارف احنا في ايه بقدوا السحة وغروبات البنات غروبات البنات بقى يعني السحة آه ده ده دلوقتي بقيت يعني تروح عند الدكتورة تكشفه وترجع تكتب بوست على الفيسبوك طب يعني انت كنت عند الدكتورة يعني تفتكري لما في بالوة تانية كمان اسمهم البلوجرز ده حقيقي اللي هم بقى الفاشونيستا والبلوجرز ده حقيقي اللي هم معرفوش ينجحوا في حاجة وما بيشتغلوش ايه حاجة بقى لك انا خبافونه بلوجر طب بلوجر بقى تفتي في ايه قفتي في الجلد وفي الشعر وده كتلة الجلد والشعر دول يعودوا في بيت لا والله هو للأسف هم بيرجعونا بس في وضع متأخر جدا بيرجعوا بالبضعفات اه ده حقيقي دلوقتي اماكن كتير قوي اللي بيشتغل فيها مش بيبقوا دكاترة او مش بيبقوا سيرتفايد ان هي تعرف تتعامل مع الجلد فبترجع لمين بالمشكلة؟ للدكتور لان هي عارفة ان دي انا جالي العيادة كذا بنوتا مأجلين فرحهم بسبب المشاكل دي جربت حاجات على شعرها وتحرق وتقارعت وحصلها الفرح بغض هي واحدة اه وتصبغات وتقولي طب انا يعني انا هقول ايه السبب يعني هأجل الفرح ايه السبب هي حتى موح راجة تقولي ان هي عملته نعم بقى احنا نعالج بقى تساقط الشعر ببقى اسبابه وتحركاته او تصرفات اللي بقى كتير اوي اسباب كتير اوي لتساقط الشعر زي ما قلت لحضرتك ممكن حاجات احنا بنعملها بنقذي بيها شعرنا ممكن يكون مشاكل صحية الناس اللي عندهم نقص في الفيتامينات نقص في الحديد نقص في فيتامين دال الناس اللي مش البنات الصغارين اللي مش بيأكلوا كويس الصهر وقلة النوم الاسترس بتاع المذاكرة والامتحانات مشاكل الغدة كل الاسباب دي الغدة درقية ضعيفة ده حقيقي علشان كده لما بتجيلي بانوتا وتقولي انا عايزة اعالج شعري بقولها تعالي بقى نعود مع بعض نتكلم الاول ناخد هستوري من بعض انت الدنيا ماشي معاكي ازاي بداية من الحاجات اللي بتدخليها في الاكل اللي بتعمليها للشعر نكتب روشيتة كويسة عالي عشان تعالجي شعر كويس ثلاث حاجات هنعمل تحاليل نطمن ان ما فيش اي سبب داخلي هنكشف كويس وناخد مولتي فيتامينز تحفز بصيلات الشعر نعمل جلسات مع بعض في العيادة الثلاث حاجات دول مع بعض بيحسنوا الموضوع بشكل كويس جدا جدا ازاي؟ هنا مثلا في حاجة ده ده صلع وراسي ده دي صلع وراسي دي صلع وراسي وما كانتش عارفة لانهما لما بيجوا صغيرين وبنات تقولك لأ ازاي انا صلع وراسي لأ هو الصلع الوراسي ده ما بقاش زي زمان لما الناس كانت بتخاف تقولك انا تصلعت او البنوت عندها صلع احنا دلوقتي ما بقناش بنقول عليه صلع وراسي بقنا بنقول عليه في ميل باترن هيرلاص اني بتفقد شعرها هو الهيرلائن بتاعها زي ما هو موجود بس ابتدى يحصل فراغات 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 كل ما بتسيبها الفراغات دي بتفضى وبتوسع اكتر وممكن ما يكونش معاها تساقط يعني ممكن يكون بس شكل فراغات كده ساعتها طبعا بنقول لهم الحل الوحيد ليهم المينوكسديل اللي هما بيخافوا منه وبرضو بيخافوا منه بسبب الصمعة السيئة اللي وغدية على السوشيال ميديا فدايما بقول لها لما تحبي تعرفي اي معلومة عن اي دواء او سايد افكت ارجعي الدكتوري هيقول لك كل المعلومات الكافية عن الدواء المينوكسديل دواء ما بيخوفش خالص بس هو الحاجة الوحيدة المصرح بيها من منظمة الغذاء والدواء الاف دي اي ابروفد لعلاج الصلاع الوروصي ازاي حافظ على بيئة بشرتي وشعري طوال فصل الصيف وعلى البحر للي بيروحوا بحر ربنا وفقوا تمام بسيط اوي روتين بسيط اوي 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 عشان احافظ بيه على جلدي وعلى شعري استخدم كلينزر او غسول مناسب لنوع بشرتي لو انا بشرتي اويلي سكن هستخدم حاجة فيها سلسلك اصد تي تري اويل تنظف بشرتي خصوصا في فصل الصيف افراز الدواء بيبقى كتير مسامات المساعدة بيبقى كتير لان انا في الشنطة اول حاجة حط كلينزر كلينزر فور لايت فور لايت من الحاجات الكويسة جدا استخدم حاجة واقي شمس يحفظ جلدي من اشعة الشمس القصية جدا في فصل الصيف استخدم حاجة ريجوفيناتينج سيروم حاجة فيها مواد تفتيح فيها مواد تقلل الالتهابات حاجات فيها هاليرونيك أسد فيها نايسينامايد فيها مادة اكتر مادة دلوقتي بقت الابحاس عليها هي مادة البرايتينيل دي مادة اربع اضعاف تأثير فيتامين سي في ريجوفيناتين وفي الجلوينج وفي التفتيح المادة دي واخد براية اختراع وفعلا من الحاجات الحلوة جدا 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 مش بس انها بتفتح الجلد لا كمان هي بتقلل التعبات البشرة يعني انا بقى في السايكل في الشنطة برضو اه 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 انا قلت له امتالت حاجات اه فور لايت مثلا ريجوفيناتين سيروم صح مع الكلينزر لغاية الوقت ده تاني حاج تمام وواق الشمس التالي واق الشمس دول التالت حاجات حيبو كافين جدا 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 وانه يحفظو على جلدي في خلال فصل الصيف انا عندي كمان فور لايت فيه SPF 50 ده حلو جدا ده حلو جدا اه اه ده رأستخدمه الصبح واخرب بيه عادي في الشمس هو كمان بيفتح بشرتي هو فينا السينامايت بيقلل التصبغات فيها اليرونيك أسد اليرونيك أسد ده اللي موجود جوه الفيلر جوه مادة الفيلر اليرونيك أسد ده من المواد اللي بتدي ترتيب عالي جدا للبشرة اه يا اما هستخدمه سيرم سيرم على البشرة او لو حد بقى وصل لمرحلة ما عندوش سكين كار روتين ما عندوش هبتدي بقى اشتغل بجلسات في العيادة هاليرونيك أسد سكين بوسترز اللي ده اللي احنا شايفانها دي اه زي الحالة دي دي بتاع من سكين بوسترز دي من الحاجات الهيلة هيلة هيلة في الحفاظ على نظارة البشرة الحقن بسيطة والجلسة خفيفة ما تخوفش ولا اي حاجة خالص بس التركيز الهيلونيك أسد فيها بيبقى عالي بيتحقن في طبقات معينة من الجلد اقدر اعمل بها كوكتيل زي الصورة دي بيفور وافتر هي اخدت نظارة واخدت جلو ولمعة في بشرتها اميديت لبعد الحقن لازم يكون وانت ماشي في اي حتة سواء بقى في الصيف في المصي او هنا في مصر او في اي حتة في مصر يعني خارج الصبح معاك شنطة شنطة دي حط فيها فلوسك حط فيها وحط فيها السكين كير بتاعك شنطة صغيرة كده بتبقى عندك لطيفة جدا السكين كير بتاعك ده اللي بكلام بقوله للرجالة قبل البنات البنات تفاهمين وإيه أرباط البنات الرجالة يعني الغلابة احنا احنا غلابة وبننزل موبايلك نسيه وفلوسك نسيها ومفتاح العربية نسيه وتفتكر الحاجات بتاعت لا افتكر معاك شنطة هتبقى فيها الحاجات الكلانزر وجيفيناشن سيراب صح كده صح والفور لايت لوشن اس بي اف خمسين ده جميل جدا كسان بروتيكشن لأنه كل شوية لازم أجدده مش كده كل ساعتين كل ساعتين اه لأننا لو حطيته وسبته هو خلاص كده هو مفعوله في ساعتين ومش هيشتغل تاني خلاص فأضطر أن أنا أحط تاني منه ايه أخطر حاجة اللي واحد بيعملها في الصيف أخطر حاجة وليه حاجة واحدة عشان من أعمل لك ما حطش واق الشمس دي أخطر حاجة دي أخطر حاجة اه أهم أهم سكين كار روتين في الحياة هو واق الشمس ومش بس الصيف بس على فكرة هو صيف والشتاء اه ما فيه أيام في الشتاء بتبقى حق والشمس فيها بتبقى حق لأنه زي ما قلت لحضرتك في الأول هو مش بس بيحميني من التصاب بغاط لو بيحميني من أشعة الشمس الضرة وكلام للزملاء الإضاءة اللي احنا معاديين فيها دي كلام لزملاء الإعلاميين دي زي الشمس بالضبط وأسوأ كمان ده حي كل اللايت اللي احنا في ده أسوأ من الشمس كلام لإخواننا الموزيئين في كل القناة أهو بنخدمك ها نوارت يا دكتورة صفا ربنا يخليك يا دكتوراي واحدة من نجوم عالم الجلد والتجميل دكتورة صفا عبداللطيف أخصائي الجلد والتجميل والليزر عضو الجمعية الأوروبية للجلد والتجميل ماجستير الجلدية والتجميل والاسم القدير البارس في عالم الجلد والتجميل كانت ضيفتي في واحدة من حلقتنا الممتعة كعادتنا في الدكتور خليكم مع الدكتور